بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم في اخباركم ان شاء الله الكل بخير رجعناكم بحلقة جديدة عن بوب جي موبايل واليوم يا اصدقائي راح اشرح لكم مهمات الاسبوع الاول من السيزون الثالث او الموسم الثالث اللي هو اي ثلاثة فقبل من الدول المقطع يا شباب اتمنى معكم تخلوا اللايك للمقطع وما مشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الاشعارات فما طول عليكم بالمقدمة خلوكم مع المقطع وكيا يا اصدقائي طبعا بداية الموسم الثالث فالروع الاربي ومثل ما تشوفون يا اصدقائي بداية الموسم الثالث فرح نضغط متابعة وهذا هو شكل الجديد فايضا رح نضغط متابعة وهذه هي الاسكنات اللي موجودة داخل الرويل باس وهذه البدلة فانا رح ندوس بطاقة ترقية حتى نشحن الرويل باس مثل ما تشوفون هنا عدنا بطاقتين فهذه رح نسوي البطاقة اللي انا مشتريها طبعا هنا اكون تختار اه سبعمية وعشرين والفو وتسعمية وعشرين او تختار ثلاثمية وستين شدة اللي هو اللي شحن نصف الرويل باس تمام فانا رح ندوس اغلاق وكي وهذه الرويل باس الجديد ومثل ما تشوفون يا اصدقائي هنا انا هذا هو الرويل باس بالشكل الجديد وطبعا هذه هي الاسكنات وهذه البدلة اللي موجودة داخل الرويل باس طبعا البدلة شكلها كلش حلو وايضا عندنا بدلة هنا دائما سألتون عليها اللي هي بالاربي اربعين تمام مثل ما تشوفون يا اصدقائي هذه هي البدلة نموجودها بالاربي اربعين بين البدلة مثل وكلش حلو مثل ما تشوفون يا اصدقائي كلش حلوه هذه البدلة فخلونا ما نطول بالمقدمة وما نطول بهذه اشياء الروح على المهمات. وبعدها مثل ما تشوفون يا اصدقائي مهمات الاسبوع الاول. فاول مهمة من مهمات الاسبوع الاول يا اصدقائي يقول لك اربح مباراة كلاسيكية واحد مرة خلال ارتداء صدرة عسكرية لمستوى ثلاثة. هنا لازم تفوز جيم كلاسيكي مصنف وغير مصنف عادي. وانت لابس درع لفل ثلاثة. تمام درع لفل ثلاثة موجودة هواية حتى موجود بالشوب وموجود بالارض خصوصا اذا تلعبون انتم ليفك. المهمة اللي بعض يا اصدقائي يقول لك استخدم الضمادات عشرينة من المرات في الوضع الكلاسيكي. طبعا الضمادات موجودة اه بكثرة داخل الجيم راح تطلع لكم صورة الضمادات. طبعا هالضمادات تستخدمونها عشرين مرة سواء بجيم واحد او باكتر من جيم وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعض يا اصدقائي يقول لك تحرك لمسافة اكثر من ثلاث آلاف من الامتار اثناء تشغيل مركبة خاصة الداسية. هنا لازم خصوصا تاخذ سيارة الداسية وتمشي بها في الوضع الكلاسيكي ثلاثة آلاف من الامتار وراح تكمل وياكم هذه هي المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعض يا صديقي يقول لك قابلة للتكرار للاسبوع الاول فقط. امضي مئة من الدقائق في المباراة. هذه المهمة تعودنا عليها هواية. يقول لك وانت تلعب مباراة كلاسيكية كل مئة من الدقائق تمضيها داخل الجيم. راح تحصل على ستين نقطة ار بي وتقدر تكرر هذه العملية ست مرات لان هنا مكتوب لك صفر من ستة. يعني واحد من ستة اثنين من ستة وكل واحدة من هذولا. راح تحصل على ستين نقطة ار بي. المهمة اللي بعض يا صديقي يقول لك جهز سلاحين ناريين بكامل الملحقات في نفس الوقت في خمسة من المباراة بالوضع الكلاسيكي. هذه المهمة هواية متكررة عندنا. بس هلسة بالشكل الجديد كنا قبل ناخذ الديبي ونسويها بس نضافها وقطعة لديبي. فهنا انا انصحكم يا اصدقائي ان تاخذون اثنين سلاح شوتغان بدون لاسكوبات ولا اي شي تاخذ اثنين من نوع الشوتغان اللي هو الف وثمانمية والف وارسعمائية شي تاخذ اثنين من سلاح شوتغان تخليهم بالجنطة بدون اسكوبات يعني هو اسلاح الشركان ما بي اسكوبات تاخذون هذا او الطرقة واحدة تمام. بعدين ترموهم بالارض واثنين بالارض ترموهم. بعد ما ربيتهم بالارض بعد تجي تلوتهم تمام ترميهم بالارض وتلوتهم بنفس الوقت راح تكمل اياكم هذي المهمة ان شاء الله. طبعا المهم اللي بعد يا صديقي يقول لك اكمل خمسة من المباريات مع الاصدقاء في الوضع الكلاسيكي نعم حدد لك في الوضع الكلاسيكي سواء كرم الصنف او غير مصنف تلعب خمس آآ خمس مباريات او خمس قيومة انت واصدقائك حتى لو يكون واحد من اصدقائك موجود داخل اللعبة يا صديقك داخل اللعبة آآ تلعبون خمس مباريات وراح تكمل اياكم هذي المهمة ان شاء الله. المهم اللي بعد يا صديقي يقول لك التقط مسدس الوميض في ثلاثة من المباريات ضمن فريق في الوضع الكلاسيكي هنا ضمن فريق لازم تلعب دو او سكوات ومسدس الوميض اللي يقصد به هو مسدس الفليرقان او مسدس اليدروبل طبعا تلقونا بكثرة متواجهة بخارطة ايرانغل تمام المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك امنا عشرين من الاعجابات لزملاء الفريق هنا من تخلصون مباراة تموتون او تفوزون من تخلصون تنطي لايكات لجماعتك راح تخلصوا يا كاد المهمة بس اذا تريد انت سويها بسرعة لعب مود ثمانية ضد ثمانية وانطي لايكات لأصدقائك وانطي لايكات الفريق العدو طبعا ميني انتهي لجيم تقدر تنطي لايكات لأصدقائك ولايكات للفريق العدو راح تكمل هذي المهمة باسرع طريقة ممكنة المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك اكمل ثلاثة من المباراة في الوضع الكلاسيكي ارض الزومبي هنا تلعب المود الجديد اللي هو اضافه انه تمام يقول لك تلعب فقط ثلاث مباراة طبعا مود الزومبي انضاف عدنا بارانغل وبليفيك وايضا انضاف عدنا بيرامار تلعبون ثلاث مباراة وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله طبعا نرجع وياكم ونكمل مهمات الاسبوع الاول من الموسم الثالث نقول لك للاسبوع الاول فقط سجل الدخول الى اللعبة ثلاثة من الايام اجمالين يعني اليوم باجر وبعد باجر صرنا ثلاثة ايام راح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعدها يا صديقي وقل لك حطم ثلاثة من الأبواب في الوضع الكلاسيكي هنا الأبواب كل السهلة وهذه المهمة جديدة إن شاء الله راح أشرح لكم مقطع خاص أيضا راح خليها بأول تعليق مثبت بعد نزول هذا الفيديو أو باتر لأنه عندنا هوايا عندنا مهمات الأسبوع الأول وأسبوع الثاني وعندنا أيضا مهمات اللي هي تحدي الموسم فهذه المهمة فكرتها جدا بسيطة إنه الأبواب الخشبية شافيها اللي موجودة بإرانجل وموجودة بليفك تمام هذه الأبواب الخشبية تحطمها ثلاثة منهم مرات وراح تكمل وياكم هذه المهمة إن شاء الله المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك أرسل هدايا المساحة إلى واحد من الأصدقاء هدايا المساحة إلى واحد من الأصدقاء يعني تروع على أي صديق موجود عندك هنانا بالقائمة الأصدقاء بعد ما تفتحها مثلا عندنا هنا ندى نضغط على ندى طبعا ترسل هدية أي هدية موجودة اللي هي أرسال هدية نرسل هذه باعتبارها سأحناك أنطين هدية وراح تكمل عندنا المهمة بكل سهلة مثل ما تشوفون هنا عندنا كملة المهمة يشارلنا إنو كملنا هذه المهمة مثل ما سوفنا يا أصدقائي كملة عندنا المهمة يعني جدا بسيطة المهمة الأخيرة ويانا يا أصدقائي اللي هي التقط من دقية الكار 98 من المرات في الوضع الكلاسيكي يعني مطلوبة عندك مرة واحدة بس تلتقط سلاح الكار طبعا سلاح الكار كنتكم تعفوه بس أنا أنا لازم أوضح الأسلحة اللي لكم مثل ما تشوفون يا أصدقائي هذا هو سلاح الكار تاخذي بقيم واحد وراح تكمل وياكم هذه المهمة إن شاء الله طبعا هذه هي مهمات الأسبوع الأول من الموسم الثالث أو السيزن الثالث اللي هو أي تلافع إذا كان عندكم أي سؤال أو أي سفسار يكتبوني بالتعليقات أو تراسلوني على قناة التليجرام اللي موجود رابطها بالوصف وأيضا موجود بأول تعليق مثبت وأيضا بعد هذا المقطع إن شاء الله انتظروني بشرح مهمات الموسم مهمات الأسبوع الثاني وأيضا شرح مهمات اللي هي تحدي الموسم فأشوفكم بخير ولا تقصروني أنا باللايكات إلى اللقاء